جدد حزب دولة القانون والتنمية رفضه للاتفاق الثنائي بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير لجهة أنه لا يؤسس لمرحلة انتقالية مستقرة وأكد رئيس حزب دولة القانون والتنمية دكتور محمد علي الجزولي في تصريحات خاصة لقناة طيبة الفضائية الاتفاق سيواجه برفض عار من القوى السياسية والمجتمعية والشبابية التي تم اقصاؤها وقال انهم رفضوا هذا الاتفاق رفضا باتا لاختزاله للمشكل السوداني في الخلاف بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير في تجاوز صريح ومتعمد لجميع الرؤى التي تم تسليمها للمجلس العسكري من القوى السياسية وضاف الجزولي انهم سيعملون مع شركائهم في تنسيقية القوى الوطنية وتيار نصرة الشريعة ودولة القانون للتعبير عن رأيهم بالرفض لهذا الاتفاق بجميع الوسائل السلمية